موسيقى صباح الخير و اهلا بكم الى النشرة الصباحية من قناة الجديد في بيروت اهليات رفع النفايات عادت الى الشوارع واصبح للمستوعب الاخضر مكانته في زوايا المدينة ورفعت التحية للزبال سيد البلاد الاول النعمة كانت نعمة وفتحت ابواب مطمرها من دون اعتراض على استقبال النفايات ضمن مهلة الستين يوما اما برج حمود والكوستابرافا فقد استعدى لخطوة الاستقبال تسعة اشهر من الازمة انتهت الى ما تمرنا عليه لكن مع استفادة ارباب النفايات السياسية واشراك اليات جهاد العرب في مهمات ما بعد الازمات تنتهي شبكة المصالح في ملف النفايات ليصعد نجم شبكة الاتصالات التي دخلت دوائر قصر العدل مع تحقيقات اجرتها النيابة العامة تميزية وعلمت الجديد ان قاضي التحقيق في جبل لبنان بير فرانسيس سيتسلم هذا الملف وقبل عودة هذه القضية مجددا الى معترك لجنة الاتصالات والاعلام النيابية وادلاء العونيين بدلوهم فان الاسماء تتوسع لتشمل شخصيات يحيط بها الكتمان واحلاها مر لكن وزير الاتصالات بطرس حرب يتعامل مع الملف ببالغ الجدية وليس على سرعة الفورجي اللبنانية وهو طلب الى رئيس الحكومة تمام سلام اعطاء توجيهات الاجهزة المعنية في دوائر الدولة للتعاون من اجل وضع حد نهائي لموضوع شبكات الانترنت غير الشرعية على شبكات المنطقة التي توزع الازمات فان سرعة الاتصالات بدت لافتة وتؤشر الى تهدئة تواكب التفاوض في جناف فبعد تغليب المصالح الاقتصادية على السياسية بين تركيا وايران ردت تهران زيارة انقرة وحتى ضريفها في اسطنبول مؤسسا لشراكة جدية على الملف السوري وعلى اكثر الملاعب تأثيرا فان ايران والسعودية كسرتال جليد بتبادل اطراف الدبلوماسية بين وزير الخارجية احمد جواد ضريف ورئيس الاستخبارات السعودية الاسبق الامير تركي الفيصل الذي رد على دعوة كبير التفاوض النووي الايراني لاجراء محادثات مباشرة وثنائية مع الرياض قائلا ان السعودية مستعدة لهذا الحوار اذا ما اخرجت تهران قواتها العسكرية من سوريا مشددا على ان البلدين لديهما منافع مشتركة في المنطقة واذا ما اضيفت هذه العوامل الى ايجابية الحوار بين النظام وديمستورة وتاليا بين السوري والسوري فان المنطقة تكون قد بدأت التقاط اول الانفاس بسيما ان حرب اليمن قد وضعت اوزارها بخسارة جميع الاطراف فبعد عام على نار اليمن وخمسة عوام على ربيع سوريا القاتل يتأكد لكل من دعم ومول وقاتل وسعر الحرب انه حان وقت مواعد الحوار والبديل اشتعال المدن المصنعة للحرب كما يحدث في تركيا التي تودع ضحايا تفجير لتتلقى تفجيرا اخر اسماء تتكشف وراء ملف الاتصالات غير الشرعية تقرير باس العريض ماذا في فضيحة الانترنت غير الشرعي المؤكد انها تخفي في كواليسها ملفات متعددة الاوجه في الرابع من اذار تقدم وزير الاتصالات بطرس حرب باخبار الى كل من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية على خلفية وجود شركات تقدم خدمات انترنت على حساب الدولة ما خسر الخزينة اموالا طائلة وان الشركة الموزعة برود ماكس لديها ارتباطات اسرائيلية وهي تقدم بدورها خدمات لشركة فيرشوال اي اس بي المملوكة من النائب السابق امين امين لحود ورئيس مجلس ادارة الام تي في ميشيل المر وعماد نصري لحود ويقوم بادارتها اغوبتا كايان وهيسم علوش ورينو سميحا الذين ابقوا رهن التحقيق واكدت مصادر متابعة للملف ان التحقيقات تجري على خلفية القيام بمضاربة غير شرعية لا على خلفية التعامل مع اسرائيل شركة فيرشوال اي اس بي تعمل بموجب رخصة ممنوحة لها من وزارة الاتصالات وهي متعاقدة مع هيئة اوجيرو وفقا للاصول وان الشركات التي تقدمت بالاخبار تطلق على نفسها اسم تجمع الشركات المشاغلة للانترنت الى جانب الادعاء الموجه الى شركة برود ماكس وتعاملها مع العدو تشير معلومات الى ان المسألة في جانب منها يتعلق بصراع المصالح بين تجمع الشركات المشاغلة للانترنت التي يقال انها تدور في فلك المدير العام لهئة اوجيرو عبد المنعم يوسف وشركة فيرشوال اي اس بي التي تمكنت من تغطية مساحات واسعة من الاراضي اللبنانية وتقديم خدمات سريعة وبحسب ما ذكرت مصادر متابعة للقضية ان النيابة العامة تحركت بناء على الاخبار الذي تقدمت به الشركات لوزارة الاتصالات ووقعه رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي انتوان عون ورئيس مصلحة الاستثمار الدولي خالد غصن على ان تنتقل القضية الى قاضي التحقيق في جبل لبنان واغلب الظن انها ستكون في عهدة القاضي بيار فرانسيس وتلفط المصادر الى ان القضية بعد الانتهاء منها قد تسمح لشركة فيرشوال بمتابعة عملها في حال سقطت عنها كل التهم ويعاد الترخيص اليها بعدما سحب من قبل المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف لكنها تكون قد خسرت مستخدميها وفي مقابل كل هذا تقدم وزير المال علي حسن خليل بالدعاء امام نيابة العامة التمييزية بحق كل ما يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا في اعمال مخالفة للقوانين ومسببا لحرمان الخزينة الاموال العامة باسل العريض قناة الجديد النائب الممدد محمد رعد سأل عن معنى ان يكتشف المسؤولون ان محطات عملاقة لشبكات الانترنت تعمل في هذا البلد منذ اكثر من خمس سنوات وتوزع اشتراكات مجانية لمواقع سلطة واجهزة امنية وليس ذلك الاستراق المعلومات والاطلاع على كل تفاصيل ودقائق ما يجري في بلدنا يجب ان لا نخدع انفسنا كل اتصال خليوي كل شبكة انترنت كل وسائل التواصل عبر الاثير يجب ان نلحظ ان الاسرائيلية يتتبعها لحظة بلحظة مطمر النعم فتح ابوابه لاستقبال النفايات من دون اي اعتراض ومطمرة برج حمود والكوستابرافا يعدان تقرير الين حلاء وهكذا سلكت الشاحنات المحملة بالنفايات طريقها الى مطمر النعم من دون اي اعتراض وعند مداخل المطمر لم يكن هناك في استقبالها سوى قوى امنية وجيش كثف عديده خوفا من تظاهرات واعتصامات ولو خجولة تعبر عن استنكار الحراك المدني ومكوناته لاعادة فتح مطامر غير صحية ولم يبقى عند تخوم المطمر سوى لافتة يتيمة تؤكد ان الحراك كان قد مر من هنا يوما ما وحدهم سائق الشاحنات تحدثوا الينا انتظرت المكلف كم نالي راح تعمل يوم عوالي تجريبي اليوم مطلوب منك اكتر كان نظم هاي الموضوع سير من زمان يرعملوا كل هاي الاثمي واخر شي لوان رجعوا رجعوا لعون من جاي حدث من من سن الفين من الكارانتينة حسب مقال بعلم الوزير وليد جنبلاط بايك ستين يوم هيدا مش الحل بس هيدا الموجود احنا نسبالي بالبلد انطلياس الفواه ما في حل غير هاي من جاي جاي من الكارانتينة هاي اول نقلة وكانت عملية رفع النفايات قد بدأت منذ ساعات الصباح الاولى وتجمعت الشاحنات عند مدخل الكارانتينة لتباشر الخطة التي وضعتها الحكومة وتستمر لشهرين على حد قول وزير الزراعة اكرم شيب خطة تشمل رفع 1500 طن نفايات تكدست في الشوارع ونقلها الى مطمر النعمة على ان يستقبل مطمر برش حمود ومطمر الكوستابرافا المستحدث النفايات الجديدة وعند نقطة الكوستابرافا كانت اعمال جرف الشاطئ تجري على قدم وساق وباريحية عالية حتى ان النرجيلة كانت حاضرة لتعبر عن عدم الخوف من اي تحرك مضاد لعملية الجرف ووحدها معامل الفرز المقفلة بقيت شاهدا على دولة ردمت البحر بالنفايات خرقت معاهدة برشلونة للبحر الابيض المتوسط وحفرت في اخاديد الجبال مطامرة تلوث البيئة وتقضي على ما تبقى من صحة المواطنين الانحلاق قناة الجديد الحراك المدني الى اين تحقيق دارين دعبوس النفايات المكدسة في الشوارع كانت السبب الاساس في نشوء الحراك المدني باقسامه كافة تسعة اشهر ومجموعات طلعت ريحتكم وبدنا حاسب ومن اجل الجمهورية وغيرها من التسميات لم تهدأ اعتصموا واعتقلوا وقصفوا بالقنابل المسيلة للدموع وملأوا الساحات بحراكهم مطالبين المسؤولين بحل هذه الازمة باسرع وقت اليوم بعدما وجدت الحكومة حلا وفتح مطمر النعم وشرع في استقبال نفايات الاشهر التسعة ماذا يقول أهل الحراك وهل يبقى لوجودهم سبب؟ اليوم منعده انتصار لشيلة الزبالة من الطرقات بعد 8 شهور لأن المواطنين بغضبهم اللي ما تركوا مناسبة ونزلوا إلى الشارع عم يطالبوا بشيلة الزبالة اليوم تحقق أول مطلب اللي هو شيلة الزبالة من دون فساد وسرقات المهركة مستمرة لضمان عدم السرقة وعدم تركيب الكمبينات بهذا الملف بعد شهرين لحيصير فيه مناقصات لتلزيم ثلاث شركات جديدة هذه المناقصات لازم تكون علنية وشفافة ما منقبل مجلس الماء والانعمار هو يقوم بهذه المناقصات وبالمسألة التانية ما نرفض أن تكون شركة سوكلين أم سوكومي أم حيالله شركة أخرى إلى حق تقدم على هذه المناقصات المسألة التانية والمهمة هي أن البلديات إلى حق ما تكون ضمن الخطة اللي وضعتها الحكومة إزالة النفايات من الشوارع انتصار لمطالب الحراك ولكن ماذا بشأن إعادة فتح مطمر النعمة؟ فمن الأول نحن عم نقول مسألة المطامر مرتبطة بأهالي المناطق يبدو اليوم أنه أهالي المناطق قبلوا بفتحة المطمر في حال بالمستقبل أهالي المناطق إذا أهالي المناطق بلشت تحركات اعتراضية ضد فتحة المطمر أكيد نحن لحنكون مع الأهالي هيدا كان موقفنا من البداية هي استراحة المحارب إذن فحرب الحراك المدني على الطبقة السياسية لم تضع أوزارها بعد والساعات المقبلة قد تحمل معها جديدا دارين دعبوس قناة الجديد هل اللغة العربية لغة يفهمها موقع قوى الأمن الداخلية في تحديده مخالفات السرعة تحقيق جاد غصر كثيرة هي الشوائب في أحوال طرقاتنا وتفتح المجال أمام ثغر في التطبيق المتكامل لخطة السير وقانونها الجديد غير أن غرفة التحكم المروري تبذل جهدا لمحاولة اللحاق بما يتطلبه حصن تطبيق قانون السير وآخر نشاطها تركيب لوحات إرشاد إلكترونية أولها قرب نفق نهر الكلب عند مدخل كسروان الجنوبي تحدد السرعة القانونية وتعلم بأحوال السير والطرقات غير أن أمرا مستغربا حدثا مع علي صفا وهو مواطن يدقق برقم لوحة سيارته بصورة دورية على موقع قوى الأمن الداخلي ليرى إن كان هناك أي مخالفة سرعة بحقه والنتيجة هي ولكن مهلا الرواية لم تنتهي هنا فلدى إقدام علي على التطبيق في رقم لوحة السيارة نفسه ولكن بأحرف أجنبية أعطاني في مخالفة 24-21-78 تاريخه النبطية 27-7-2015 وبقعت أنا بكميل للأمن الداخلي إنه أنا دايما برائب نمرة سيارتي إذا علي مخالفات خير ماشي أنا مخالف بيدفع المخالفة بس إني أنا إن كون عم دخل الأرقام بالعربي يطلع ما عندي لا يوجد مخالفة انتعاتك تتبش على العربي؟ طبعي لما أنا بدي أطلع من شاب صاحب عم شف لي سيارتي قال لي عليك مخالفة وطاريخها قديم تقول له مستحيل أنا بستفقد يعني كل 15-20 يوم إذا في شي فعم شوف الفرق طوله إنه هو عم بيحط الأرقام إنجليش أنا عم بحطه عربي علي فوجئ بالأمر وهو لا يعرف قيمة الضبط وإن كان هناك من غرامات لكون المخالفة حاصلة منذ ثمانية أشهر بعد بعد ما عرفت شي تفاصيل هل هو على أنون الأديم أو أنون جديد ما عرفت ما عرفت هلأ شي إذا تضاعف كمان من 27-7 إلى 2015 هم تحكي تقريبا شي 18 هلأ ما بعرف شو وضع الضبط بدرجع راجع مفرسة النبطية لأشوف شو الخبرية اتصلنا بمسؤولي شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي جزاف مسلم لاستفساره عن القضية 2-4-2-1-7-8 يلا أجرب ليها أنا أجربها عالي جد يلا برجع أحكي أوكي أوكي مسيلا وبعد التأكد أجاب مسلم أنه لابد من أن تكون إشكالية تقنية سيعمل قسم المعلوماتية لمتابعتها ومعالجتها وحتى يجري ذلك فليتأكد كل واحد من وضعه من مخالفة السرعة باللغتين حتى لا يفاجأ بما ليس بالحزبان ولو بعد حين جرغصن قناة الجديد بعد الإعلان فلسطين وورنة أهلا بكم من جديد الرابطات المارونية تطوي صفحة انتخابات مجلسها التنفيذي شهدت انتخابات المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية التي انطلقت في العاشرة بعد تعذر اكتمال النصاب في التاسع صباحا إقبالا كبيرا في مجمع الفورم دي بيروت وقد بلغت نسبة المشاركة 70% من المنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم الكاملة وفاز النقيب أنتوان قليموس بمنصب رئيس الرابطة المارونية بالتسكية فيما استمرت المنافسة على منصب نائب الرئيس بين غسان خودي وتوفيق معوض من لائحة قليموس ولاحقا وبعد معركات توجهت فيها لائحة الرئيس قليموس الكاملة مع أربعة مستقلين فازت لائحة قليموس وضمت شرب الاصفان عليا بيرتي زين كارلا شهاب كريستين غزال ملاح مارون سرحال ندى اندراوس عزيز ووليد خوري وردة وعالم فلسطين على ضريح كمال جملات في ذكراه التاسعة والثلاثين لمناسبة استشهاد كمال جملات غص قصر المختارة بالحشود التي أقفلت الطرق المؤدية للمختارة مطر المشاركين إلى السير مسافات طويلة للوصول ورفعت الأعلام اللبنانية والحزبية والشعارات واللافتات التي تحمل أقوال الراحل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب والجملات ونجلاه تيمور وأسلان وأعضاء اللقاء الديمقراطي استقبلوا الوفود ومن أبرزهم النائب بهي الحريري ممثلة رئيس سعد الحريري والوزير السابق جوسر كيس ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والسفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسبكين على رأس وفد من أركان السفارة والسفير الفلسطيني في لبنان أشف دابور على رأس وفد مركزي كبير ونواب وزراء وقيادات سياسية وكما في كل عام انطلقت المسيرة من قصر المختارة باتجاه الضريح حيث وضع في نهايتها النائب جومبلاط وردة الحمراء والعلم الفلسطيني على ضريح والده من جهة ثانية طلق النائب جومبلاط سلسلة من اتصالات المناسبة أبرزها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكريم اللواء عباس إبراهيم في مجمع مدرار الطبي في شوكين يجمع الكل حول طاولة واحدة ازدهار الجنوب وتطوره إنمائيا لا يكتملان من دون استقرار الأمن فيه وفي جميع المناطق اللبنانية وعلى هذه القاعدة اجتمع الإنماء والأمن في شوكين الجنوبية حيث كرمت جمعية مدرار الخيرية في مجمع مدرار الطبي والذي لا يزال في طور الإنشاء اللواء عباس إبراهيم في حفل قضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية فجمع التكريم ما لم تستطع السياسة أن تجمعه يا من سهرت في الجرود حاملا حنين الأهل للأحبة والمخطفين وقد تعرضت للاختيال والخطف ولم تأبه المخاطر اللواء إبراهيم ها نحن في جمعية مدرار ومركز مدرار الطبي وبكل فخر نلتقي مع هذه الوجوه الكريمة لنكرم رجلا عمل بصدق لوطنه فكنت الرجل المناسب في المكان المناسب ماذا هو جنوبنا؟ هؤلاء هم الجنوبيون عصاميون كادحون أبات أمن الاجتماعي المتكافل هو أحدى الركائز الأساسية للأمن بمفهومه العام وهو ما ينبغي إلاءه الأهمية التي يستحق أملنا كبير في أن تكون مدرار أكثر من جمعية خيرية وتصبح منيعا من حصون الخدمة الاجتماعية والخيرية في هذه المنطقة العزيزة من جنوبنا الحبيب ولأن هذا المشروع المنتظر في الجنوب سيكون باب الأمل الطبي لأهالي جميع المناطق اللبنانية كان اللقاء شاملا وبفضي أعطاءات الخيرين تأسس مجمع مدرار الطبي على دلة من تلال جنوب لبناني وفي بلدة شطون قضاء المناطق أقجر تقديم درعا تقديرية إلى اللواء إبراهيم من قبل مديرة الجمعية دنيا حراج لبري في نهاية الحفل بعد الإعلان النصرة تكشف وجوهها أهلا بكم من جديد جبهة النصرة تكشف وجوهها عدد من قادتها في إصدار جديد استكملت جبهة النصرة الوثائقية الصادرة عنها وعنوانه ورثة المجد بوثائقي جديد صدر عن مؤسسة المنارة البيضاء كشفت فيه جبهة النصرة صور بعض قادتها الكبار وتحدث في الإصدار الذي امتد نحو أربعين دقيقة أعضاء في التنظيم وكتاب عرب ويظهر فيه للمرة الأولى الشيخ عبد الرحمن عطون أبو عبد الرحمن الشامي وهو عضو مجلس الشورى إضافة إلى قيادي آخر يعد من أبرز القياديين في جبهة النصرة وعضو مجلس الشورى أحمد سليم مبروك أو أبو الفرج المصري وتحدث أيضا أمير جبهة النصرة في القلمون وأحد أبرز قادتها أبو مالك التلي هذه الممة تاريفها عريق وماضيها مجيد فعلى المجاهدين في الشام أن يكونوا على قدر هذا الحمل من المسؤولية وأن يصبروا ويصامروا ويمجاهدوا حتى يتحقق النصر بإذن الله وإلا يتفتوا للمعاوقات التي تعترضهم فيها بالطريق وتضمن الوثائقي اقتباس لقطات من كلمات لأكاديميين غربيين منهم المفكر والفيلسوف الأمريكي نوم تشومسكي الإصدار الجديد مبني على جمع أرشيف الأخبار ومجموعة من المقابلات إضافة إلى تفنيد كل المعلومات المذكورة وعلى هذا الطريق طريق الجهاد والتضحية سيسير المجاهدون في الشام يواجهون العدوة والعدو العثور على الصندوق الأسور لطائرة فلاي دوباي التي تحطمت فوق روسيا وقتل جميع ركابها عند الخامسة فجرا تحطمت طائرة ركاب فلاي دوباي في جنوب روسيا على متنها واحد وستون راكبا بينهم خمسة من فريق العمل وقد لقوا جميعهم حطفهم ويتوزعون على أربعة وأربعين روسيا وثمانية أوكرانيين وهنديين وأسبكي واحد وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن للطائرة وهي من طراز بوينغ تحطمت فجرا في المطار الواقع في روستوف جنوبية البلاد في نهاية رحلة من دوباي وتزامنا والتحقيقات التي تجريها شركة طيران فلاي دوباي لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث المفجع أعلنت الشركة عثورها على الصندوق الأسود في وقت أعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران فلاي دوباي غيث الغيث عن خالص تعزيته وأسفه للحادث الأليم لافتا إلى أن تركيز الشركة منصب على المسافرين الذين شملهم هذا الحادث مؤكدا أنه يجري جمع المعلومات في الوقت الحاضر وأن تركيزنا منصب على المسافرين الذين شملهم هذا الحادث نحن نقوم بجمع المعلومات حاليا لذا يمكنني أن أطلعكم على التفاصيل التي نعرفها الآن في الساعة الخامسة بعد منتصف الليل السلطات الروسية تؤكدت من جهتها أن مطار روستوف سيبقى مغلقا 24 ساعة كي يتمكن المعنيون من انتشال الضحايا وحطام الطائرة فلاي دوباي كذلك أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن عطلا تقنيا أو خطأ بشريا يقف وراء تحطم الطائرة حوارث الطائرات خلال عامين إقلاع من دون وصول في هذا التقرير لعنان زلزلي قبل نحو أسبوع حلت الذكرى الثانية لاختفاء طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة الطيران الماليزية التي كانت في رحلة من كولا لنبور إلى بكين وكان على متنها 239 راكبا وبقي اختفاؤها واحدا من أكبر الألغاز في تاريخ الطيران المدني بعد ذلك كرت سبحة حوادث الرحلات الجوية التي أقلعت من غير وصول بين عامي 2014 ومطلع عام 2016 وقتل على متنها المئات فلم تكد الخطوط الجوية الماليزية تصح من كالثة اختفاء طائرتها الأولى حتى أصاب طائرتها أماتش 17 صاروخ أرض جو مجهول المصدر قرب مدينة شاختارسك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا في أثناء توجهها من أمستردام إلى كولا لنبور وراح ضحية الحادث 298 شخصا بعد 50 دقيقة من إقلاعها من مطار وقادوغو عاصمة بوركينا فاسو فقدت هيئات الملاحة الجوية الاتصال بالطائرة الجزائرية من نوع إيرباس 320 وكانت تقل 110 مسافرين فوق شمالي مالي وشهد العالم أكثر من حادث جوي مفجع منذ مطلع عام 2015 في الرابع والعشرين من أذار تحطم الطائرة تابعة لشركة طيران جيرماني وينغز أثناء قيامها برحلة من إسبانيا إلى ألمانيا وكانت تقل 142 مسافرا وقد أسقطها مساعد الطيار عمدا كما أشيع أما الحادثة الأبرز فتمثلت في تفجير طائرة تابعة لشركة طيران كوغالي مافيا كانت متجهة من شرم الشيخ إلى مدينة سان بيترسبورغ الروسية من على شاشات الرادار وذلك في الحادث والثلاثين من تشرين الأول عام 2015 وعثر على حطامها في شب جزيرة سيناء وكانت الطائرة المنكوبة تقل 217 مسافرا وأخيرا تحطمت طائرة بوينغ تابعة لشركة طيران الإماراتية فلاي دبي في جنوب روسيا بسبب سوء الأحوال الجوية ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها وأعلنت وزارة النقل الروسية العثور على الصندوق الأسود للطائرة وزير الخارجية الإيراني في تركيا وتفجير يهز إسطنبول وصل إلى إسطنبول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعقد جولة مباحثات مع الجانب التركي وزارة الخارجية التركية أعلنت أن ظريف سيلتق الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد داود أغلو ووزير الخارجية مولود جويش أغلو وقالت أن المناقشات تتناول التطورات الأقليمية والدولية الحالية فضلا عن العلاقات الثنائية نحن نرى بكل تأكيد أن إيران وتركيا كجرتين لسوريا تستطيعان العمل معا لأحلال السلام في ذلك البلد إيران مصرط على أن مستقبل سوريا يقرره السوريون وكان ظريف قدان الهجمات الإرهابية والتي نفذت في تركيا وفي مقدمها التفجير الذي وقع اليوم في اسطنبول وأقدم تعازيه مشيرا إلى أن إيران مع وحدة العراق وسوريا ولا تقبل بأي مخططات للتقسيم وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن سقوط أربعة قتلة هم ثلاثة إسرائيليين وإيراني وعشرين جريحا في تفجير وقع بشارع الاستقلال في اسطنبول وقد أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة إسرائيليين أيضا في التفجير ولاحقا أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع حصيلة الجرحة إلى 36 سبعة منهم في حال الخطر والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة صبيحة هذا اليوم البداية من ما عنوانته جريدة الديار لاني صاب رئاسيا في جلسة 23 أذار والتيار وحزب الله والمردة لن يحضروا تواصل الرسائل النارية بين أمل والتيار الوطني وفشل مساعد تهدئة غارات مكثفة لطيران الروسي والسوري على تدمر والرقة الأسد انتصارنا سيساهم في قيام عالم أكثر توازنا اللواء إبراهيم نفتدي لبنان بأغلى ما نملك تركيا تعيش على وقع مسلسل الانفجارات الانتحارية 35 قتيلا وجريح بينهم ثلاثة إسرائيليين بتفجير إسطنبول إلى المستقبل خلية طوارئ عسكرية فنية تعيد الانترنت إلى كنف الدولة أزمة الـ 264 يوما طمرت مقتل خمسة أشخاص بتفجير انتحاري وسط إسطنبول العبادي يسحب صلاحيات قائد عمليات بغداد إلى الحياة تدابير الأمن المشددة حدت من ضحايا ميدان تقسيم وتحذير الأجانب من الأماكن العامة انتحارية تستهدف السياحة في إسطنبول ولد الشيخ في الصنعاء وهادي يعتبر السلام ضمانة ضد الصراعات عملية لطرد الحوثيين مما تبقى من شبوة الإمارات لا تستبعد فرضيات في سقوط طائرة أنباء النقل ماهر الأسد إلى رئاسة الأركان البنتاجون يعلن مقتل عسكري أمريكي قرب الموصل تحرير كبيسة العراقية من داعش أخيرا ما جاء في الشرق الأوسط رجحت أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في الكويت الرئاسة اليمنية للشرق الأوسط صالح يطالب بخروج آمن قوائم كويتية لطرد المتعاونين مع التنظيم اللبناني ثلاثة جثث لحزب الله مقابل إطلاق القطريين في العراق غارات جوية كثيفة على الرقة بعد الانتحاب الروسي الأسد طهران الداعم الرئيس النشرة انتهت وهذا تذكيرهم بأبرز ما جاء فيها أخذت قرد شخصي من بانك بي بلوس لأنه من بعد عشرين سنة البيت صار بده نفضة ركابة شوفها جيت جديد وحمي مات مات وجبت له هدية للماما هي من إحنا وصغار تحلم يكون عندها إياهو بالنهاية القرد الشخصي شخصي 19 ألف دولار ب382 دولار بالشهر على ست سنين من بانك بي بلوس الاتصالات بعد العمالة سراع ومصالح الشاحنات إلى النعم دور من سن الفيت في الكارانتينة وبعد تسعة أشهر من الحراك وينون اليوم من عدو انتصار لشيلة السبيلي من الطرقات في الخاص موقع قوى الأمن ما بيفهم عربي كنا ندخل على الأرقام بالعربي يطلعها ما عندي لا يوجد مخالف كانت بالنشرة بلا أي انذار طائرة فلاي دبي تنهي حياة 62 شخصا فوق روسيا كان هذا كل شيء الملتقى الأخبري المقبل يتجدد في الموجز الأخبري عند العاشرة والنصف إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر